اشتركوا في القناة بعنوان واحد فقد يتخيل البعض انني اكرر لا وانما بفضل الله تبارك وتعالى اجتهد واخرج من بطون الكتب رؤى جديدة فانا لا اكرر بفضل الله وان كان هناك رؤية او اثنين او ثلاثة حتى او ان شاء الله خمسة من الممكن ان يكون عدوا علي مش فاكر هل ذكرتهم قبل كده ولا لا لكن في العموم بصفة عامة وبنسبة تسعين في المية الرؤى كلها جديدة ان شاء الله تبارك وتعالى لان انا مش هراجع اكتر من خمستاشر فيديو عن الرزق انا قلت فيهم ايه مولت فيهم ايه لكن بفضل الله تبارك وتعالى بدون كل ما هو جديد واطلع اقوله في فيديو حتى ابشر به الناس لعل الله تبارك وتعالى يرزقهم الرزق والمال والخير والبركة اول رؤية معنا وهي رؤية تنظيف الغبار من البيت للمرأة المتزوجة ده رأت المرأة المتزوجة انها تنظف الغبار وكلنا يعني سبحان الله عندنا زوجات ومن طبيعة الحال ده دورها في البيت انها بتنظف البيت لكن لو رأت الكلام ده مش في الحقيقة باء رأت في المنام انها تنظف البيت من الغبار هذه الرؤية تبشرها بان هناك رزق قادم لها ان شاء الله تبارك وتعالى ولكن هذا الرزق قادم لزوجها وبطبيعة الحال دي عائد عليها بالرزق والخير والبركة ان شاء الله رؤية السمك المقلي للبنت العزباء اذا حينما اجد ان هناك رؤية تخص شخصا بعيني اخصص اذا ذكرت رؤية بصفة عامة فهي للكل فهذه الرؤية خاصة بالبنت العزباء وهي رؤية السمك المقلي اما رؤية السمك المطبوخ فهي للكل تدل على الرزق ارتداء الشبشب للمرأة المتزوجة طبعا الحزاء خلاف الشبشب الشبشب يعني ده انا ذكرته اكتر من مرة بيبقى احيانا يدوب ندخل فيه بداية القدم كده وبيبقى مفتوح من وراه بخلاف الحزاء القدم كله بيخش فانا مش عارف الشبش باسمه ايه في بعض الدول يعني رؤية الاستغفار للمرأة المتزوجة المرأة المتزوجة لما طرى في المنام انها تستغفر الله سبحانه وتعالى فالاستغفار لها يدل على الرزق ان شاء الله رؤية منديل التاجر ايه منديل التاجر ده التاجر يعني سبحان الله العظيم بيبقى عنده شيء مخصص او زي ما بنقول شنطة مخصصة باسم المحل منديل التاجر فمنديل التاجر هذه الرؤية تدل على الرزق ان شاء الله ليه لان هو تاجر فحينما تذهب الى التاجر وتأخذ منه بضاعة او تشتري شيء ان يخص بيتك فكأنك تجلب لك الرزق فهذه الرؤية تدل على الرزق ان شاء الله رؤية اخذ شيء من الملك او من الامير او من الرئيس او من حاكم الدولة رؤية اخذ اي شيء منه هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية قميص النوم الابيض في المنام لأي شخص هذه الرؤية تدل له على الرزق الرؤية القادمة وهي رؤية السيف الفضي للرجل المتزوج خاصة هذه الرؤية تجلب له الرزق ان شاء الله تبارك وتعالى اما رؤية شراء السيف لأي شخص تدل على الرزق رؤية الرجل التاجر ان يرى في المنام انه يبني مسجدا او انه يقوم بأي عمل فيه مصلحا للناس هذه الرؤية تدل له على كثرة الرزق والارباح ان شاء الله رؤية الرجل لامرأة جميلة جدا في المنام هذه الرؤية تدل له على الرزق رؤية الجوهرة للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تدل لها على الرزق ان شاء الله تبارك وتعالى ايضا من الرؤية الجميلة والمحمودة حينما ارى في المنام انه جاءني ميت واعطاني دواء هذه الرؤية تدل على الرزق ان كنت سليما معافى وتدل على الشفاء ان كنت مريضا لكن دعونا نتكلم على انك لست مريضا فرؤية اخذ الدواء من الميت تدل على الرزق رؤية شراء ادوات النظافة لأي شخص ادوات النظافة اللي هي الممساحة والمكناسة والاجياء اللي النساء كلها عارفينها حينما ارى في المنام انني اشتري ادوات النظافة هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية الدمام للكثير اعزكم الله وهي منتشرة في الجسم مع ان كثيرا من الناس بل معظمهم اذا رأى هذه الرؤية يقوم من نومه مفزوعا لحينما يرى الدمام الكثير في جسده قد يقوم مفزوعا يقول انه قد يصيبني المرض لا وانما هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية الجيبة الواسعة اللي بيقول عليها في بعض الدول التنورة الجيبة الواسعة تدل على الرزق رؤية السطارة الخضراء زي اللوريدي بس اللون الاخضر هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية السكر في المنزل للمرأة المتزوجة تدل لها على الرزق رؤية المرأة الحامل انها تشرب من ماء زمزم هذه الرؤية تدل لها على الرزق رؤية البنت العزباء انها تصلي صلاة الجنازة هذه الرؤية تدل لها على الرزق رؤية اكل الحمص عارفين الحمص الحمص بتاع الطبخ مش الحمص اللي هو بتاع المسليات لا حمص الطبخ للبنت العزباء او للشاب الاعزب او لاي شخص اكل الحمص هذه الرؤية تدل على مال قادم الي لكن من احد الوالدين من احد الوالدين بصفة خاصة اما رؤية زراعة الحمص تدل على الخير والرزق بصفة عامة رؤية التكبير للمرأة المتزوجة تدل على الرزق رؤية البنت العزباء لشخص يلبس ثيابا بيضاء هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية اكل المكسرات المسليات هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية الجد او الجد يزورني في البيت وهما احياء وليسوا اموات هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية البنت العزباء الشعور بالامساك ان هي مش عارفة دي حاجتها الشعور بالامساك بالنسبة للبنت العزباء تدل لها على الرزق رؤية وجهك يعني صرطك طبعت على عملة هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية الخل الابيض للرجل المتزوج تحديدا تدل له على الرزق رؤية المرأة المتزوجة وهي تغسل شعرها هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية سبحان الله هذه الرؤية عجيبة قد يخاف منها كثير من الناس رؤية تقبيل ملك الموت شفت في المنام ان ملك الموت يقبلك هذه الرؤية تدل على الرزق في صورة ميراث هناك ميراث قادم اليك ان شاء الله تبارك وتعالى دي كانت بعض الرؤى التي تدل على الرزق انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة